في عندنا تفصيلة بسيطة كده اللي هي التندا التندا اللي نقصدها طبعا التندا خرصانة مسلحة ودي عادة بتبقى موجودة في فشالهات الدور الواحد تعال اقول لك مثال الاول تخيل مثلا احنا سكنين في عمار عدية وحد جيه واقف قدام الباب وبيضرب الجرس الواقف ده حاليا متغطي يعني مع صح مفيش شمس ضربة فيه مفيش مطر اجي عليه ولا اي حاجة انه هو جوه المبنى السلم نفسه جوه المبنى لكن لو احنا بنتكلم علشال ايه دور واحد عادة السلم بيبقى بر المبنى يعني يوم احد يجي يقف يضرب الجرس ده بيبقى عادة منه للشمس على طول لو انت اتأخرت عليه شوية ممكن عبل ما تفتح الباب تكون الشمس مثلا تعبته بيحصل له اي حاجة يجيله ضرب الشمس ولا اي حاجة فعشان كده احنا بنفضل نعمل ايه لو شال ايه دور واحد عادة بنيجي فوق السلم نطلع بلاطة كانت ليبر زي اللي انت شايفها دي عرضها هنا نفس عرض السلم شو بقى حسب عرض السلم في مسألة كام وطلها هنا في حدود متر بس دي بنسميها تندة هي في الحقيقة عبارة عن بلاطة كانت ليبر اسلاب زي زي بتاعت الباليكونة بالزفط بس طلها متر وعرضها نفس عرض الباليكونة ووظيفتها ايه زي ما قلنا ان هي تحمي الشخص اللي واقف بيدرب الجرس ده حتى لو انت اتأخرت عليه شوية الشمس مش ضربة فيه يقدر يستخبه تعطيها الشاكين مسميها حتى لو اتأخرت شوية مفيش اي مشكلة وراجل هيقدر يسلمك الحاجة ويمشي بسلام فعشان كده احنا يفضل لو انت عندك شالي دور واحد نيجي عند مدخل الشالي نحط هنا بلاطة كانت ليبر البلاطة دي طلها هنا في حدود كام واحد متر وعرضها ده نفس عرض السلم اللي عندك هو ده شرط لا مش شرط لكن ساعات في مساء المعانا بيبقى جايب لك التندة دي فساعاتها انت لازم ترسمها لو جات وعشان كده احنا بنفضل في العموم نحنا هعمل التندة دي عند مدخل الشالي